السلام عليكم مرحبا ب Ella hachato وحبا بي طلال برابع ابتدائي النهاردة بنشاء الله هنبدأ أول درس في أول وحدة في منع lose أول حاجة لدينا نبدأ بالكبير أو بالكلمات أول حاجة بطيخة اسمها Water Melon ممكن أن نطيقها Water بالبريطاني ممكن أن نطيقها Water بالمريكي كلهم صح شان ما تجعله لك دي صحي حطي و ايbsق فيهم و كلهم صح كلهم صحح ووتر الوحدة معناها عمية وميلون لما هو شمام الشمام قتل عمل هي كنطالوبικό يعرف الأصغراف الحواريس الناس العواريس بتاعة الزمان دي? ايوة دي اسمها كين. على بعدها بقى اللي هو القصب بتاع السكر اللي بتعمل منه عصير القصب. وبيتعمل منه العسل وبيتعمل منه العسل اسمر. وببيتعمل منه كمان ايه كمان. هو العسل والااا وفيه ناس بيعملو منه السكر برضو. Ingعن يوجد مسانع بتعمل سكر بس من القصب مش من البنج احنا عندنا بتعمل من البنجر فيه مسانع بتعملوه بال BUGNER Cara لابس بالسكر ده بقى اسمه شوغر كين شوغر كين رز رايس 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 بطاطسية واحدة اسمها بوتاتو من غير الاي اس دي تمام بوتاتو بوتاتو بطاطس بقى اسمها بوتاتوز بوتاتوز طب ليه حطيت اي اس مش اس بس بص يا سيدي فاكر لما جاني ناخد المدرعة البسيط وقلت لك لو الفعل انتهى معيوش وقت لو الفعل انتهى باس او اكس او زد او سي اتش او اس اتش او او بحط له اي اس اه اكيد فاكر طيب نفس الكلام بقى معمل loose مع الاسماء برضو لو اسم انتهى باس او اكس او زدد او او اس اتش او 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 وعاز اجمعه وبحط له اي اس وبرضو الاسم لو انتهى باي وقبله حرف ساكن وعاز اجمعه برضو بشيل الواي وحط ما كانها اي اس فقواعد اضافة الاس دي بتمشي مع الافعال في المدرعة البسيط مع холодوم شوغر وقت وبتمشي مع الاسماء برضو في حالة الجامعة هي هي طيب طماطم برضو طماطماء اسمها وطماطم اسمها الموز اسمها بنانا موز اسمه بناناز بناناز دجاج ادعي بالك لو انا بتكلم عن فراخ صحية اقول لو انا بتكلم على لحم الفراخ ففي الحال دي يقول عادي خالص اللي انا اسمه ربز مانجا مانجا وطبعا مانجا برضو منتهي بأول اماراجاجاج اوضلها اي حاجا منتهي بأول اماراجاجاجاجاج بخضروات فشتابلز 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 طعم مصري ايجبشن فود طبعا ايجبت الحد هنا كده يعني مصر ايجبشن معناه مصري ال t i a n دي على بعضها اتنطق ايه شن شن ايجبشن فود فلاح فارمر فارمر دولة كونتري كونتري دايما ال t r بيقى فسن الشين خفيفة كده فقول كونتري 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 طب انه قلت كونتري يا مصدرساء غلط صح او غلط لا كنتري برضو صح مش غلط. بس الاصحة اللي انا اقوله كونتري كونتري لازيز دلشيس 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 لما تلاقي عندك سي اي او سي اي او سي واي بعضهم حرفه متحرك عطلو بتنطقه شا شا دلشيس دلشيس و برضو نفس النظام سي اي وحرفه متحرك عنطقه شا فقولهه سبيشل مش سبيشيل مش حارة اسمها سبيشيل اسمه سبيشل 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 جاهز يعني رادي 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 لازيز تاني دلشيس و خاص او مميز سبيشل سبيشل بابة الفطرار اسمها بريكفست 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 بابة الغداء لانش 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 العشاء دينر دينر طيب عندي هنا بقى بعض الافعال والموضي بتاعه كل فعل من دول والموضي بتاعه اول حاجة انا عندي فيه افعال بسمها regular verbs و irregular verbs الفرق بين regular والirregular regular اللي هي الافعال المنتظمة يعني هي منتظمة يعني كل اللي بعمله عشان اجيب الماضي من الفعل ده بحط الفعل ده دي او اي دي او اي اي دي طيب عندك مثلا اول حاجة لو الفعل بتاعك انتهى بي بحطوله دي بس فريز يعني يربي ريز د حطيط لها دي بس لان هي اصلا اخرها اي يعني ربا يعني مثلا اي ريز انا برب فراخ اي ريز د تشيكن يعني انا ربيت فراخ produce يعني ينتج produce طبعا اليو بعدها حرف متحركة تنطق يو جمعية والسي بعدها اي او اي او اي او اي وتنطق سي فولي produce 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 الماضي produced produced محاجة شولي produced ولا دي تريزد لأ ريزد 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 اطول produce 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 لك حط لها اي دي بقى طالما اخرها مش اي بحط لها اي دي لو اخرها واي قبلها حرف ساكن زي المضارعة بالظبط بشيل الواي في المضارعة بشيل الواي وحط اي اي اص في الماضي بقى بشيل الواي وحط ما كان اي 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 دي دي الافعال المنتظمة بحط لفعل المضارعة بحط له دي او اي دي او اي دي حولته الماضي دي بقى اسماها افعال غير منتظمة ودي بيبقى لها الماضع بيختلفها شوي ليه? ملهاش قعدة ثابتة او ملهاش شكل معين فكل فعل بيبقى الماضي بتاعه مختلف عن المضارع او شبه المضارع بس مش هتلاقي دايما يعني ملهاش قعدة ان انا اعتمد عليها زي دي مثلا انها حط كزا يبقى الماضي او وشيل كزا يبقى مضارع لا. العفاقل غير متازمة بقى شان كيسة منها غير متازمة اصلا. فاول حاجة عندك ميك 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 يصنع ميد يعني صنعها. يعني ماما بتعمل كيكة. طب ماما عملت كيكة. فيد معناها هيطعم فيد الماضي فد. فد. يعني لو قلت لك انا بأكل الفراخ. طب انا عايز اقول اكلت الفراخ. كل اللي هعمله النفيذ اخلاها فد. فاقول اي فد زي انا اكلت الفراخ. جيت معناها يحصل على الماضي بتاعها got got got. build يبني. الماضي بتاعها built 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 built. grow grow يعني ينمو او يزرع. الماضي بتاعها grew grew grew. ال اي دابلي وبتنطق او. grew grew. grow grew. grow grew. keep يعني يحافظ اوي ربي. الماضي kept. keep kept. keep kept. طيب دي برضو هي هي مش مش حاجة جديدة ومش حاجة صعبة لان فينس بيشوف الحاج دي بتخضو شوية. هي دي مش كلمات جديدة انت عندك بس هي الفكرة ان هو استخدم الكلمات اللي احنا اخدناها ودخلها في كومل يعني. اهي. في الصفحة اللي قبلها. ليه فراخ? على بعضها يبقى يا ربي فراخ. طيب يا ربي معيز يا ربي خرفان يا ربي بقر. فخلي بالك. بتيجي مع النباتات. او الانسان يكبر يعني. بتيجي مع الحيوانات والطيور. اقول لك هنا ايه? ميد سم سبيشل فود فور. يعني ميد يعني اعدة او جهز او عمل سم يعني بعض سبيشل لستواخدنا في الصفحة اللي قبلها يعني خاصة او مميز. وفود يعني طعام. فميد سم سبيشل فود يعني عمل اكل مميز لي او اعدة. جهزت يعني اكل مميز لي. لي بقى فور مسلا اي حد. فور مي مسلا ليه. هنا مش معناها ينظر بقى. هنا معناها يبدو. يعني مسلا ايه? ماما عملت اكل كده فانتوصيك لت الاكل شكله حلو كده ومتزبط فاتقول ايه يعني شكله دزيز. انت بدقتوش. لو دقت اقول ايه. او مانا لسه من شكله بس مبارا كده اقول ايه? هنا مش معناها ينظر زي ما قلت لك. معناها يبدو. لو شكله كزا. يعني 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 لزيز. يعني يربي دجاج اي وقت. اسمعني هنا بقى احطت احطت لقس. بصفحة اللي قبل ما احطت شي. زي ما قلت لك لو انت بتتكلم عن فرخة مطبوخة او لحمة الفراخ عموما اقولت بس. فبتبقى كلمة تعد فما من ينفعش ان احط لقس. لو انا بتتكلم عنها بقى كفراخ صحية ومن ربيها مسلا وكلام من ده. في الحالة دي بحط لقس علي. let's eat. let's اخدناها قبل كده كزا مرة. منقولها ابتدائي تعريبا و let's دي بتقبلنا. let's قلنا معناها هي يا بنا. يلا بنا. وبيجي دايما بعدها فعل في المصدر. يعني فعلا مش محطوط له اي حاجة. فقالك let's eat. يلا ناكل. let's play. يلا نلعب. let's drink. يلا نشرب. let's study. يلا نزاكر. let's اي فعل في المصدر. يعني يلا نعمل حاجة دي. that's right. يعني هذا صحيح. عندك حق. grow healthier. اخدنا قبل كده health. ليه الصحة. healthy يعني بصحة. healthier يعني اكثر صحة. فgrow healthier يعني يكبر وصحته احسن. او ايه تبقى صحية اكتر يعني. think about يعني يفكر في. think about. think about. think about. طبعا دي بقى عايزك تكتب الكلمات. bananas و دي مانجوز. دي grapes. دي watermelon. هنا نفس الكلام بس عايزك ترتب وخلي بالك. لما تيجي ترتب كلمة او جملة. قبتلك قبل كده. بتعمل ايه? الحرف اللي تختاره اعلم عليه. يعني rice. ار او ام اعلم عليه. اي او ام اعلم عليه. سي او ام اعلم عليه. اي او ام اعلم عليه. طيب ليه بقى يا مستر بنعمل الكلام ده? يعني مسلا. لو جنا نبص على الكلمة اللي قدامنا دي. اللي احنا نسا واخدينها دلوقتي. صح? تمام? طيب يلا نعملها مع بعضي كده. او ام اي تي او هتلاقي ان ما فيش اي اس هنا. فطبعا انت لو بصيت الكلمة من غير ما تبص على الحروف دي. هتقوم اه دي جامع. او دي مسلا جامعي. لو ممكن واحد يقوم كاتب لي اللي بصلة. فانت خلي بالك هو اجيبها لك مفرد ولا جامع. خلي بالك الحروف اللي موجودة عنده بس اللي تستخدمها. عشان كده قلت لك ايه? علم علامة صغيرة على الحرف اللي تختاره. عشان لا تزود حرف ولا تنقص حرف. يعني ممكن الواحد يقوم كاتب لي دي يوم بصص كده اه دي بصلة مع انيون. تمام? بس خلي بالك او. لو جيت اعلم بقى هتلاقي او ان اي او ان. استنى دي انا ناسي اس هنا. او كاتب الاس بتاعتي. ففي الحالة دي لو معلمتش هتنسى الاس هنا وهتزود اي اس هنا. زي ما انت حافظ بقى. فعشان كده بقول لك ايه? علم على الحرف اللي تختاره. بحيس انك لا تزود حرف ولا تنقص حرف. طيب بعد كده. بقول لك يا سيدي. ماجد and his mom are talking about Egyptian food. ماجد and his mom. ماجد ومامتو are talking. بيتكلموا. خلي بالك ام و از و ار و اي ان جي ده مضرعة مستمرة يعني هما دلوقتي بيتكلموا عن حق دي. about معناها عن. فهما بيتكلموا عن ايه? Egyptian food. الطعام المصري. فمامتو بتقول له ايه? lunch is ready. الاكل جاهز. اي ميد. انا عملت some special food for us. عملت اكل مميز اوي لنا. قال لها mom it looks delicious. ده شكله حلو اوي. شكله ازيز. يفتح النفسي يعني بالبلد كزا ما احنا بقولها. فقالت له which food comes from our country do you think? طب في رأيك كده او تعتقد او انت شايف مثلا او تقدر تقول لي ايه بقى في الاكل ده اللي احنا بنزرعه عندنا في مصر او اللي موجود في الاكل ده موجود يعني حاجات بننتجها في مصر. قال لها I think. والله بيتهيألي think انا مش يفكر think انا يعتقد. والله بيتهيألي كده we grow rice in ايجيبت. بيتهيألي ان احنا بنزرع رزه في مصر. خلي بالك النباتات والبنى قدمين بتاخد grow. لما لا الطيور والحيوانات بتاخد ايه? raise. وتنفرره برضو مع الحيوانات على فكرة. بس raise تعريبا يعني 90% بتيجي مع ايه? مع الطيور بس. فقال I think we grow rice in ايجيبت. بيتهيألي ان احنا بنزرع رزه في مصر. قال له yes that's right. عندك حق. صح. what else? what else معناها ايه? ماذا ايضا? كلمة else دي معناها ايضا. فبقول لك what else يعني ايه كمان? فقال ما الله عادي يفكر شوية كده ما لي. I think we raise chickens in ايجيبت. بتهيألي كمان احنا بنربي فراخ في مصر. I think yes. عندك حق. and tomatoes and onions. وكمان الطماطم والبصل. Egyptian farmers produce many things you see on this table. الفلاحين المصريين بينتجوا حاجات كتير قوي من اللي انت شايفها قدامك على التراويزة. يعني الفراخ في مصر. الرز بنزرع في مصر. الطماطم. البصل. الخيار. الفلفل. حاجات دي كلها بنزرع في مصر. let's eat. يلا بقى ناكل. فكل كده ملع. يام. اكل لزيز جدا. طيب هنا بقول لك ايه. what foods do we produce in ايجيبت. ايه الاطعمة او الاكلات اللي هنحن بنتجها في مصر. اما تقال لها we produce. احنا بننتج. vegetables. الخضروات. like onions. like هنا مش معناه يحب برضو. like هنا معناها زي او مثلة. مثلة. زي البصل. potatoes and tomatoes and tomatoes. والطماطم. هنا بقى سيدي جايب لك المفرد والجامعة. احنا قلنا الجامعة بنعمل ايه? بنحط اس لك الاسم المفرد عشان نحول الجامعة. بس لو اسم ده انتهى بس او اكس او زد او سي اتش او 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 بحط له اس في الجامعة مش اس بس. زي قلنا potatoes and tomatoes and mangoes اللي احنا هتقل السعليلها من شوية. طيب كده خلص الدرس الاول. الحمد لله. طيب القطع آآ مش محتاجة اسمعها يعني مش محتاجة قطع لسنينج عشان اعرف الاجابة. في ايجيبت بننتج رزو في مصر. طبعا بننتج رزو في مصر. فاعلم على الترون. farmers raised chickens to get eggs and meat. الفلاحين بيربوا الفراخ عشان ياخدوا منها البيض واللحمة. طبعا. احنا بنتباح الفراخ ونأكلها. وساعات في ناس بيصيبات بيد وناخد منها البيض. our food isn't delicious. الاكل بتاعنا مش لذيذ. لأ طبعا ازايك. انت بتقول اي اعجابها? اكيد لذيذ. طيب. ايجيبشن فرمز. ما لهم? to keep and feed them to get eggs and meat. لا طبعا. is a fruit. الفلاحين مصريين فكهة. طبعا فكحنا فكهة. طيب. to build houses for chickens عشان يبنوا بيوت. لا طبعا. grow rice onions and tomatoes. او الفلاحين المصريين. grow rice بيزرع رز onions and tomatoes. يبقى دي number one. طيب. raise chicken is. انك تربي فراخ. is ايه بقى? طبعا. to keep and feed them. انك تربيهم عندك تحتفظ بيهم. و feed them. تأكلهم to get eggs and meat. عشان تاخد منهم بيض ولحمة. ايوة. دي بقى دي number two. what food? طبعا. بدء what? يبقى دي تستفهام. يعني سؤال. طب what food؟ يا هندور على طول على اللي فيها ايه. أعلمت تستفهام. our country? ولا do we produce in Egypt? طبعا ايه? do we produce in Egypt? يبقى دي number three. which food comes from? ده سؤال برضو. معاتش عندي حاجة بقد تستفهامة اللي هي. يبقى ايه. which food comes from our country? ايه الأطعمة اللي بتيجي من بلدنا او اللي موجودة ببلد. المنجا. ما لها؟ المنجا عشان نبني بيوت للفريخ. لا طبعا. إذا فروت فاكهة أو المنجا فاكهة طبعا. يبقى دي نمبر فايف. طيب. الفاكهة بتنمو في مواسم مختلفة أو وقت مختلفة من السنة. We ate different kinds of Egypt. بنعمل ايه؟ في أنواع مختلفة من الفاكهة في مصر. الفاكهة هنعمل فايه؟ هنزرعها. نزرعها يعني watermelons ولا raise ولا grow ولا sugarcane طبعا ايه؟ grow. بنزرع الفاكهة دي في مصر. المنجا وايه؟ اللي بيطلع في الصيف. اللي موجود دلوقتي في الصيف. sugarcane ولا grow ولا raise ولا watermelons طبعا البطيخ واللي بيطلع في الصيف. watermelons. سبحان الله من يعني من رحمة ربنا بينا ان الفاكهة بتاعة الصيف كلها فيها مياه كتير زي البطيخ زي العنب زي ايه كمان؟ تقريبا معظم الفاكهة البرقوق ايه؟ مش عارف الله يبصرها. بس معظم الفاكهة بتبقى تصيب قميتها كتير عشان تعود العرق والحر وكلام من ده. طيب we get sugar from بنجيب السكر او بنستخر السكر منين؟ انا قلتلك sugarcane اللي هو قصب السكر بنعمل منه عصير القصب وبنعمل عصير القصب ده بياخدوه بقى فيه ناس بياخدوه يعملوا منه العسل الاصمر وفي مصانع بتاخدوه تعمل منه السكر فهو ليه حاجات جدير فالسكر برضو بنجيبه منين من الشجر كين اللي هو اه اصبت السكر طيب القطع يا سيدي القطع لازم تقراها كلها الاول وتفهمها كلها الاول وبعدين تبدأ تجاوب الفلاحين مهمين جدا لنا الفلاحين مهمين جدا لنا they produce a lot of food بينتجوا اكل كتير لنا عشان اكلوا عشان ناكلوا they grow rice in Egypt بيزرعوا روز في مصر they also grow vegetables like بيزرعوا خضروات زي الطماطم والبصل بيزرعوا فواكه like watermelons and bananas زي البطيخ والموز we can raise chicken to get eggs and meat وكمان ممكن رب فراخ عشان ناخد منها بيض و لحمة طيب هنا اقول لك farmers grow fruit only الفلاحين بيزرعوا فاكهة بس لا طبعا قال لك ايه بص قال لك ايه they grow rice they also grow vegetables they grow fruits يعني بيزرعوا رز و بيزرعوا خضار و بيزرعوا فاكهة طيب watermelons and bananas are fruits البطيخ والموز فاكهة من غير مكوة القطعة اكيد فاكهة انا مش هيبقوا تنجان why are farmers very important ليه الفلاحين مهمين ارجع بدن القطعة كده farmers are very important for us ليه بقى يا سيدي قال لك they produce a lot of food for us to eat لان هما بينتجوا اكل كتير لنا عشان ناكلوا هاشيل بقى الجملة دي من اولها الاخيرة كده هم ايه كتبها هنا كده في number 3 طيب why do we raise chicken ليه احنا بنرب فراخ هنبص كده we can raise chicken ليه بقى سيدي to get eggs and meat او ممكن اخد الجملة دي على بعضها كده ويبقى دي number 4 طيب السؤال عايزين نرتبه اول حاجة طبعا اي سؤال في اي زمن بيكون من اداة استفهم فعل مساعد فاعل فعل اداة استفهم فعل المساعد اي حاجة من دول يبقى what do وبعدين الفاعل الفاعل اللي هو مين farmers وبعدين الفاعل اللي هو مين طيب الجملة العادية بتتكون من فاعل وفاعل ومفعول الفاعل اللي هو مين اللي هو ايجبشن فارمرز على بعضها ما لهم بقى سيدي بيجي بعد الفاعل ده الفاعل على بعضه بيجي بعده فاعل produce ايه things many ولا many things لأ طبعا ايه ايجبشن فارمرز produce many things طيب mom mom's دي اسم ملكية بيجي بعدها المملوك mom's ايه mom's food اللي هو اكل ماما وبعدين ده الفاعل الفاعل بقى دي number 3 وبعدين delicious دي number 4 mom's food looks delicious اكل ماما شكله حالو الله يرحمك يا امي طيب A is very delicious and sweet delicious لذيذ ومسكر طيب الرز هو الرز لذيذ بس مش مسكر المية المية لا لذيذة ولا مسكرة هي مهاش طعمة اصلا يبقى مين الشر كان اصير الاصب food comes from our country ام ايه رايز يبقى طبعا ايه ايه الاطعمة يبقى ايه which food ما يفعش اقول وين متى متى اكل بيجي من بلدنا ولا why food لماذا اكل طبعا ما يفعش which food اي الاطعمة من زراع بلدنا grow vegetables for us to eat مين اللي بيزرع لون اخدار عشان ناكله doctors لا الدكاترة ما بيزرعوش engineers مهندسين لا برضو ما بيزرعوش يبقى مين farmers هما اللي بيزرعوه we produce vegetables like بنزرع خضار خلي بالك خضار like and potatoes watermelon لا ده مش خضار طيب bananas لا ده مش خضار يبقى مين onions البصل ده اللي خضار chickens give us الفراخ بناخد منها ايه طبعا قلنا ايه eggs and meat طب بناخد منها لبن لا الفراخ ما بيجيبش لبن طب بناخد منها عشب هنعمل بي ايه ناخد منها ايه eggs بيض بس كده فاضل بس سؤال براه سؤال براه سؤال براه منك انك تعمل لي اربع جمل عن فودي ايجيبت وقعب لك حتى هو كلمته اوات انت تستخدمها يعني مثلا grow raise produce farmers فقول لي farmers مثلا grow rice هذا الفاعل حط فعله مفعول they raise chicken هم بيرابوا فراخ هذه جملة they produce many things بنتقلنا حقا كتير they are very important الفلاحين دول farmers او ممكن اقول زي they are very important تمام او ممكن اقول ger منتج اكلات كتيرة في مصر. تمام? عشان ناخد منها اجز ان ميت. ناخد منها بيض ولحمة. بمتها البساطة ممكن بس تقرأ المحادثة اللي فاتت او القطعة اللي احنا لسه حللناها من شوية اللي هو السؤال رقم اربعة. ماشي تفهمه. ماشي هولا نقل منه عشان عيب ان احنا نقل منه. احنا نسكوا باور دلوقتي. هتفهم بس وتاخد منه افكار وتكتبها بطريقتك انت. اما حاجة تبقى بطريقتك. واما حاجة لما تجي تعمل جملة فاعل وفاعل ومفؤول. طيب ده انا مش هكتبه هتركوا لك تكتبوه ولو بالطريقة لان قلت لك على دي. حد بقى كتبوا عايزي يبرهوني بعتولي على الواتساب هتلقى رقم بتاعي مكتوبة على غلاف القناة وانا هشوفه ان شاء الله وارضع لي. طيب بعد كده علامات اتركوا. اول حرف طبعا لازم يكون كابيتل. وبعدين اكتب زت. طيب زت از ما هو يا از يا ابوستروف اس. ما هي از يبتكتب اي از يبتكتب ابوستروف اس. طب اكتب الاي بقى ولا ابوستروف يا مستر? لا. في الحالة دي في ماينفعش اكتب حروف. انا كل اللي بعمله نقطة علامة استفهام علامة تعجب حرف كابتل اكتر من كده لا. فما اكتبش حرف. فبالما تلاقي از ممكن اكتبها اي اي از اي واحد كبا اعمل اي اي وبتحصل معي كتير. لأ انا كل اللي مطلوب منك بس في انك تعمل لي علامات ترقيم. حرف الاي ده مش علامات ترقيم ده حرف. ففي الحالة دي هكتب بس ايه? الاباستروف. وبعدين از ورايت زي ما هي. وطبعا دي جملة عادية خالص وبحطي في الاخر اللي هي النقطة. فانا حطيت نقطة والاباستروف واول حرف عملته كابتل. ويا ريت لما تيجي تعمل تعملها بنفس الطريقة اللي انا بعملها دي كده ان هو الشرطتين حرف بيكون كابتل زي مصول زي الا زي السي مسلا. زي ال كان بيبقوا عربين من بعض. ففيه ناس ما بيعرفوش يعملوا الحرف الكابتل زي السي مسلا. السي في ناس كتير جدا يعملوا. وواهو ما حاسبه له اه انا عن نفسي باجه اصح بوهم عملوا غلط لانهو عملوا فعلا سمول. يقول لي يا مستر والله انا اقصد ان انا اعمله كابتل. اقول لي يا حبيب ما انت عامله سمول زيه نفس حجم الحرف اللي بعده. يعني انا عارف من انه كابتل. بس انا قصد انها كابتل. فعشان نراح دماغا موضوع ده. فانا بقول لك ايه يعمل الشرطتين دول ان هو خلي بالك انا عامل دي كابتل. فساعتها اقول اه هو عاملها كابتل بس مش عارف يعمل الحرف الكابتل صح فهعدها لك. تمام? فعشان كي بقول لك ايه يعمل الشرطتين الصغارين دول. طيب كده يا شباب يكون الدرس الاول خلص الحمد لله. ياريت يكون الفيديو عجبكم. لو حد عنده اي سؤال اكتبلي في الواتساب. هتلقى رقم بتاعي موجود على زي ما تلقوا على غلاف القناة. واستنون ان شاء الله في الدرس التاني قريبا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.